الحقيقة هو فعلا نتنياهو طاغية ما فيش اي خلاف على ذلك ويمكن هنتطرق للحديث ده بكل اشكاله ومن زوايا المختلف وفعلا هو الراجل لو عنده قدر ولو يسير من الاستيعاب هو شوف يعني قبل ما نبدأ نخش في المواضيع الرئيسية لحلقتنا هذا الرجل بن يمين نتنياهو على ما يبدو انه لا يمتلك اي حنكة سياسية خلي بالك ان السنين الطويلة نتنياهو قعد فيها في سدة الحكمة ما بين رئيس حكومة ووزير ويخرج ويطلع وما الى ذلك واضح انه ما تعلمش منها اي شيء لانه السياسة مش كده هذا الرجل عنده ظن ان اللي بيعمله ده هيقضي على الحركة على حركة حماس تحديد وهيقضي على المقاومة بشكل عام ولو هو قاري كويس تاريخ المقاومة الفلسطينية ده واحد اتنين لو قاري كويس تاريخ المقاومة الانسانية والبشرية يعني يروح يقرأ شكل المقاومة في ايرلندا كان عامل ازاي المقاومة اللي كانت موجودة في فياتنام كانت عاملة ازاي الى اخره هيستوعب انه المسألة مش بس متعلقة بفلسطين فكرة المقاومة لا يمكن ضحضها باي حال من الاحوال عن طريق المدابح الوحشية العكس صحيح كل ما بتزود العنف كل ما بيزيد التشبس بالمقاومة اكتر كل ما بتزود العنف فالمقاومة المسلحة هتصبح اكثر شراسة واسرارا طب ده كده المقاومة وماذا عن السياسة انت عاوز تقضي على فصيل موجود جوة فلسطين هو مش جوة غزة بس هو جوة فلسطين ولو انت مصمم يعني اذا كانت تانياه وعنده تصميم واسرار على ان المقاومة هي فقط حماس يبقى هو بيعمل اكبر خدمة ممكنة لحماس لانه هو كده بيقول لعموم الشعب الفلسطيني الذي يعاني من احتلال غاشم مفترس ضاري انه الناس دي هاي اللي بتحاول تجيب لكو حقكو وبالتالي الناس هتبدأ تلتفة اكتر حول الفكرة هذا الرجل ابيض يا ورد سياسة لم يتعلم شيء لا يحركه ولا يقوده سوى تطرفه الاعمى بس تطرف اعمى الرجل متصور انه كلما زادت وطقة الضربات ووحشيتها هيقدر يقف قدام الداخل بتاعه يقول لهم بصوا انا بطل لا الداخل بتاعك متعطش لدماء اي دماء قادة المقاومة على الارض وان شاء الله مش هيعرف يجبه ومتعطشين لدماء اخرى سبق وانا قلت تقريبا نفس الكلام متعطشين لدماء اخرى الا وهي انه يتعامل عملية بتاعت قوات خاصة تخش تجيب الاسرة اللي موجودين وتخرجهم فيقفوا قدام المجتمع او يقفوا قدام الرأي العالمي الرأي العام الداخلي بتاعه وكأنه بطل وفي الغالب برضو مش هيعرف والعالم كله اصبح فيه عنده يقين انه مش هيعرف تسميها بقى شبكة انفاء شديدة التعقيد عالية الجودة سمي زي ما تسمي مش هتعرف انت ضربت مستشفى الشفاء وقلت اصل الشفاء فيها يا حماس ما طلعش في حاجة حتى سي ان ان اللي هو ظهيره الاعلامي في الولايات المتحدة الامريكية قعدوا يتريقوا عليه حتى سي ان ان تيجي بقى بعد كده قلقيك مكمل ضرب بتضرب مستشفى كمال عدوان تكسح بالجرفات الناس وهم لازالوا مصابين احياء علشان يدفنوا وهم احياء تبدأ تضرب مدارس الانوروة تحول مدارس الانوروة لمجرد مراكز للاجئين والنازحين الى اخره كل هذا لا يزيد المقاومة الا اسرارا وشراصا ولا يزيد الفلسطينيين الا التفافا حول حركة حماس بالتحديد طول ما انت مصر ان المقاومة هي حماس المقاومة هي الفلسطينيين الناس مش هتسيب ارضها مش هتسيب وتذكر جيدا مفتاح العودة الناس مش هتسيب دول اصحاب ارض اصحاب حق انساني قبل ان يكون حتى حقا تاريخيا وسياسيا ده الفرق اللي ما بين المجتمعين المجتمع الصهيوني يعلم جيدا انه ليس صاحب ارض على الاطلاق يعلم جيدا بدليل انه نسبة لا بأس بها انقى بنفسي عن ذكرها لانها نسبة غير محققة مية في المية ما اقدرش اجزم بان هذه النسبة صحيح لكن هي نسبة كبيرة من هذا المجتمع الاسرائيلي لو صح الوصف مزدوجي الجنسية دي ناس شايفة ان هذه الارض غير دائمة وان هذا الوطن ليس وطن الحقيقيا وانه طول الوقت عاوز يبقى معاه باسبور مختلف يركب بالطيارة ويجري دا المجتمع اللي بيحكمه نتانيان وده الفرق حصل حركة هجرة عكسية حصل مجتمع من الداخل اصبح بينزح الى الوسط والى اقصى الداخل ما هو كل المنطقة بتاعت غلاف غزة دي عمله جري جري هرب سميها زي ما تسميها عايز تسميها خوف تسميها جبن تسميها حس انساني طبيعي وغريزة بقاء سمي كيفما شئت عمليا هم جريوا تقريبا تبقى للتقديرات الصحفية اكتر من 250 الف مواطن لو صح تعبير كلمة مواطن تاني 250 الف مستوطن 250 الف بني ادم خدوا بعضهم وجروا دي لقطات حية من غزة بالمناسبة مباشرة حالا دلوقتي واحنا بنتكلم ربنا يستر انه ما يبقاش خلال دقائق قليلة فجأة لقى المكان ده بيتضرب وخبالك فاللي احنا بنتكلم فيه ايه هو هذا الرجل لا يعي اي شيء عن السياسة مش بس لا يعي اي شيء عن الانسانية ولا يعي شيء عن الانسانية وهو بيعتقد ان ده موطن قوته تطرفه وعنفه وارهابه وتزيده الدائم هو شايف انه ده نقطة قوته وبالمناسبة للأسف الشديد هي دي نقاط القوة اللي خلته رئيس حكومة اكتر من مر لانه هو اصلا جاي من مجتمع هذا المجتمع الصهيوني مجتمع متطرف ومتشدد وارهابي هي دي الحقيقة ناس جات من كل حتة في العالم تقرر انها تتبح السكان الاصليين تتبح المواطنين الحقيقيين علشان تاخد مكانهم وتقعد ومش بس كده بمنتهى البجاحة لا ده احنا مش بس هنحتلوكم وناخد مكانكم لا ده احنا عاوزين نقتلكم ونخلص عليكم خالص فتصبح الارض بلا شعب ويبقى خلاص كده تستقر الدولة في ظنهم على هذا الشكل عمليا مش هيحصل الاسرائيلي ما عندوش مفتاح عودة الفلسطيني عندو مفتاح عودة مفتاح العودة هو الرمز مفتاح البيت حتى لو البيت تهدم المفتاح موجود يتدفن ساعات عند عتبة البيت القديمة لو لسه فضله اطلال وحتى لو بقى زيه بسوى التراب برضو بيدفن وساعات يتاخد والفلسطيني ياخده وينزح يروح لبلدة اخرى قرية اخرى او حتى يخرج خارج الاراضي الفلسطينية المحتل وارد ساعات كانت بتحصل في هذه الاونة وفي ظل هذه الظروف وفي ظل هذه الاحداث الفلسطيني اكتر مرحلة متمسك فيها بالارض هي المرحلة الحالية لا سنة 1948 ولا في 2008 الوضع المراضي مختلف اشتركوا في القناة